اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم الصلاة على النبي بقرار جمهور النهاردة الجمعة قدينا نسمع كلام الحكومة هو ده مضوع حلقتنا نهاردة السادة المشاهدين اهلا بكم. طبعا خرار من الاوقاف بالصالة عن النبي يوم الجمعة. وانا شبهتها طبعا بموضوع جواز بقرار جمهوري فيلم الجميل بتاع عادل امام وشريف مونير على سنه كان رجل من جهة امنية يعني. فبرضو الصالة عن النبي بقرار جمهوري يعني اه اه او يعني اه يعني اه اه قالوا ان هو بعد الصلاة يوم الجمعة نصلي عن النبي بالصولة بصورة التشهد يعني الاخيرة اللي هو نص التاني متشهد. وطبعا كل اللي نبي صلي عليه على رأي محمد هنيدي فيلم همام في مستردام لما كان صديقه المسيحي يحبل السقه فكان بيقوله صلي عن النبي فبيقوله ان انا مسيحي. فقالوا كل اللي نبي يصلي عليه. يعني انا مش طبعا حصل جدل بقى واناس قال لي قالت هنقاطع ورد الدار الافتاء قالت هنذا حيقاطع رأى يعني ده الصلاة ده رحمة ومغفرة وكلامين ده واللي مش هعمل كده يبقى لان يصيبه البركة وحصل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا بسبب قرار الاواف. وهو احنا الناس يعني مستنية الدولة تقولها صلي عن النبي عشان ما تصلي عن النبي. الصلاة عن النبي ده على فكرة يعني. يعني جزء اجتماعي. يعني جزء اجتماعي. بدرجة ان حتى لو بتكون قاعد في تجمع وتقوله بتبصلي عن النبي عايز تقول موضوع. بتقول ان تبصلي عن النبي عشان تسكيتهم وعشان يقوله عليه الصلاة والسلام. لو مسيحي واقف يقول. يعني ما هو بتقول صلاة عن النبي بشكل انطلق يعني. فهو نيته فيقولك ايه? آآ عليه الصلاة والسلام. المهم يعني بشكل مباخر. آآ الصلاة جزء من حياتنا الاجتماعية. بس انتم عارفين ان فيه خلاف على الصلاة عن النبي? خلاف على معناها كبير جدا. وقت حداك انت لو نزلت سألت مش هنقولك زلت المصيرين عاديين. سألت الشيوخ. يعني ايه? صلي عن النبي. انا وانا صغير كان السؤال ده مدول في زيني بس طمع روح يخافي يسأل في الدين. وانا فاكرة انت سألت محدش يجاوبني يعني في المقربين محدش فهم. يا عم صلي عن النبي وخلاص عليه الصلاة والسلام. ماشي. طب يعني ايه صلي انا انا صلكت في زيني وانا صغير الصلاة. انت بتصلي بتركع وتزجد وبتاع. فاحنا بنصلي لربنا. بنصلي لربنا. انت بتتقول ازاي? اللهم صلي على سيدنا محمد. انت بتقول لربنا صلي على سيدنا. فانا كان الموضوع عندي عامل برجلة. احنا بنصلي ربنا مش ربنا يصلي علينا. طبعا نص القرآني ان الله ورائكته يصلون على النبي. صلوا عليه وسليه متسليمة. يعني مهم ايه? يعني ايه الصلاة على النبي موذكورة في القرآن. نص القرآني. بس ما كنتش فاهم معناها لان الصلاة عندي ان احنا بنصلي لالالله. لربنا سبحانه وتعالى. بنركع وننزجد وكذا. فانت اسأل بقى مش هتناقول لك النصليين عاديين اسأل الشيوء. لانه هو فيه خلاف على فكرة على معنا الصلاة عن النبي. ابن القيم للرأي البخاري في حديث مش عارف ابن العسامين لوجهة نظر وهكذا. يعني موضوع ايه? حتى فكرة الصلاة هل الصلاة هل الرحمة هل كذا هل كذا هل كذا? فيها خلاف بين ايه العلماء. ولو هي الرحمة او الصلاة طب احنا بنقول له ربنا يسني على سيدنا محمد او يرحمه. ولا احنا لنستحق الدعاء والرحمة. يعني قصلي موضوع ممكن يبقى فيه نقاش واحنا بدا حنصلاة عن نبي القرآ الجمهور يتفهمونا يعني ايه الصلاة عن نبي بالزبط. زي ما قلنا فيها خلاف. ولو سألت الناس او الشيوخ. اعتقد ان خمسة صفة ما منهم مش هيعرفوا بالزبط. هما يعني ايه عارف اللي هو حافظ مش فاهم. هما حافظين مش فاهمين. بس يعني قياسا على الموضوع والخلاف والجدل والدوشة يعني اللي هما بيقاطعين يعني فين هم الانواع ايه? العد بعد حكومة. انا فاكر مرة يا ربي. آآ يعني يعني بقول للولد يعني مسلا مش عارف يعني كان حاجة احد اصدقائي بيشتكيني يعني بيقول لي انا الواد بقول له زاكر. قال له يا بابا طب العلمك بقى انا كنت مش هزاكر. انا كنت ناوى زاكر ومباشر وشاي واعمل سندوتش وعمل. انت عارف اللي ايه اللي بيعمل استعالات لابو زاكرة. طب هكول سندوتش طب هعمل لكم بايت شاي طب هبصر ببالكونا شوية. وخالص بقى انا ويذاكر فابو قال له زاكر. قال لك طب مش مذاكر. يعني هو بيتسلق يعني انا انا صاحبي يعاند. ففي ناس آآ بتصالع نبي اكيد يعني صالع النبي دا 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 شعبي يعني في التراث الشعبي. اي حد واقف عايز يتكلم طب كنته طب صالوا على النبي. ويبدأ يقول ايه? الموضوع اللي عايز يقول عليه. طبعا اقل بقول صالع النبي اللي عايز يقول عليه الصلاة والسلام. شيء طبيعي لازم يقول عليه الصلاة والسلام النازم. فالقصدي ايه? ففكرة ايه? عند الحكومة بدل. الحكومة صالع النبي اصلا. انت حدولنا صالع النبي طب لقى اطلقه على المساجد بعد الايه? آآ بعد الصلاة طبعا يعني النص صالع النبي ايه المشكلة? يعني الموضوع ما يشو بتصي. بس انا بقى. والاوقاف بتقول هزا القرار. انا عايز اطالب الاوقاف بموضوع مهمة جدا. من وجهة نظر الشخصية طبعا. المساجد مقفولة بقى لها فترة طويلة. وكان فيه مبرر فعلا ان المساجد كان بتستغل في التجنيد والحلقات والسلفين عاملين حلقة والطول الجامعة الاسلامية في الصيد عاملين حلقة ودول عاملين حلقة. وبتستغل تستغل المساجد في الايه? في تجنيد الشاب الصغير. وادلاجتهم وكلام من هذا القريب. وتقفت المساجد اظن من ايه مبارك كمان يمكن مش ايه? بس التجديد كمان كان ايه بعد ايه? بعد الثورة اكتر. وتلاقي مسلا انت بعد الصالة العامي يجي يا اقول لك لا اوامر يا بيوا بتاعوا ما تدرنيش واه اكل عيشي وحرم عليك وبتاع كده يعني انت هاي سعود خمس ناهاي م Bowl PYBXこれで الت gustao بسعود في الجامعة بعد الصالة ومتقدرش نت� عاد في الجامعة بعد الصالة. انا فجل كنت يصل الي في الحصني وبستنى واحد ومنتظم انه طيفون. فقلت انو عاد في الجامعي المروح وبتاعه وكلام من ده. فيتأخرى فقايتهم بكرشوني الجامع يعني طب جماعة طب ده خمس دقايق يعني انا مش يعني موضوع بسيطي ابدا ايه ده اوامر ومش اوامر وكلامين طيب دلوقتي الموضوع ان ده انتهى من زمان والناس خلاص وما اعتقدش ان فكرة الناس تجنت في المسجد دي اصبحت يعني ده من الزمن الماضي والناس اللي عايز تقعد مع بعضيها والعايز يجنت دلوقتي فيه السوشيال ميديا فيه الكلاب هوس بيعملوا عليه غرف شات الزوم اسكايب اي حاجة من الجديدة دي اه الناس ممكن تقعد مع بعض فيها ويكلموا ويدردشوا ويعودوا على الاهاول دلوقتي التنظيمات والجماعات فكرة المسجد دي اصبحت فكرة من الزمن الماضي ان هم يعملوا فيها تجنيد وبرضو لو الناس شايف يعني العامل شايف ناس قادة في حلقة ما يعتمش واللي عايز يقول طبعا المحاطب وقعد على السوشيال ميديا وبيعن بس مباشر ويوتيوب الدنيا اتغيرت خالص ففكرة المسجد بتاع الزمان دي ان هي التجنيد ده انتهى عصره الى غير راجعة والناس اللي عايزة تقعد مع بعضيها بتقعد في اي حتة اونلاين او حتى لو اعد مباشر بيبقى في اي مكان في حديقة في اي مكان المساكن مهمة جدا بالزاد في المدن الكبيرة زي القاهرة او زي اسكندرية ليه لان العاصمة بيجي لها الناس سواء بيتبضعوا او تجار بيشتروا او بيعقدوا صفقات او اي واحد جاي بيعمل عمل حكومي او اجراء مش عارف روتيني او بيطلع مش عارف راح سفارة من السفارات او يعني راح لهيئة دول الوسيقى او ايا كان طبقا للكلام بتاع الدولة ان فيه تسعة مليون وافد على القاهرة يوميا تسعة مليون وافد جايين يعملوا اجراءات حكومية او يتجروا او يشتروا او يبيعوا او ايا كانت المصلحة اللي هم عايزين يقضوها لانها العاصمة في النهاية فيها كل السفارات وكل الهيئات وكل الوزارات حتى الان اه اعرفش بقى الوزارة الراحة العاصمة ادريك جدئة دي اه فيها معاملات ولسه مازلت معاملات داخل الايه العاصمة ايه المهم داخلين احنا عشهر سبعة وتمانية والاجواء حرة جدا والاجواء صعبة جدا فالشخص بيقضي مصلحته او ساعات بيكون منتظر لما يجو دوره فبيشوف المسجد يصلي فيه الظهر وعايز يسترح شوية تحت المروحة اللي موجودة واو يقايل شوية نفترض عايز يقايل شوية حاجة جاي من الصعيد واحد جاي من بحري فصحي خمسة الصبح فاضى معاملاته او لسه مثلا قضى جزء من المصلحة ونقص جزء تاني فبيصلي الظهر وبيسترح شوية يروح فيه المسجد عليك قرشين فهيقاض فيه هقاض فيه قهوة قهوة اللي حاجة وعد في القهوة بالنسبة له ربما يكون مكلف بالنسبة للكاسرين من الناس دلوقتي هو يدوبك دافع تذكرة السفر او المواصلات معندوش يستعد يدفع خمسين جنيه على القهوة في شيء وقهوة والمسجد كان مكان لهذه الاستراحة البسيطة فالاهم ان يصال على النبي ان يوعد فتح المساجد بالذات في العواصل ويكون برضو العامر رقيب ما يكونش فيه عادة كده وعادة كده وان كنت زي ما قلت الموضوع ده انتهى عصره ولكن المساجد بتبقى مكان للاستراحة وحتى لو حيقايل ايه المشكلة يعني ما قال في ربنا ويريح جسمه شوية عشان هو صاحي خمسة الصبح ولسه قدامه هيكمل معاملاته ويكمل شغل وكلامين وسكندرية كل حتى عاصم الاقاليم الناس بتبقى جاية من الملاكز رايحة العاصمة بتاعة الاقليم برضو بيقضي معاملة مع التربية والتعليم مع الصحة مع مش عارف مع ايا كان برضو بيشتري بيبيع فعايز تستراح في الجامعة ما تفتحوا الجوامع يا جماعة تاني الناس تستراح فيها وتاخدوا سواب كبير جدا اكتر كتير جدا من الصراع النبي طبع بعض الناس قالت الصراع النبي ده عشان البركة هلا عشان الاقتصاد ما اولا الاقتصاد يعني اه طبعا فيها حاجة اسمها دعاء الاستسقاء وفيه اه الناس تقرى صورة الواقع عشان الرزق وكل الكلام ده ماشي مفيش مشاكلة بس الناس تاخدوا بالاسباب الاول واقع اللي احنا بدخلنا في الدروشة ماقول الناس ساعة اه حملة اه اه نابليون جاروا على الازهر يروا في البخاري كما تقول يعني المقريزي او او كتب التاريخي يعني الجبارتي وغيره فطبعا دهسهم اللي بيديهم في اه في الازهر مش بيصطلعوا الدعاء فقط اه ربنا بيرفع البلاء او يرفع الغلاء يعني اه في ناقت بالاسباب الاول وبعد كده نشوف موضوع الايه اه يعني بركة ربنا والدعاء ده شيء مهم طبعا اكيد ولكن اه الدعاء بدون اخذ بالاسباب اللي بيسموه تواكل التواكل على الله انك انت تاخد بالاسباب وبعد كده بقى تقول ايه ربنا يبارك تدعو بالبركة وان ربنا ايه اه بتدعو تكالك على الله بعد ان تأخذ بالاسباب حتى الحديث المشهور يعني لما الراجل يعني ما روضش الجمل والجمل ماشي فطلع الرسول قال له ناسبته عند ربنا وقلت تاوكلته على الله قال له لا اعقلها وتوكل اربطها الاول اربطها في عمود او زبان في نقلة يعني او في وتد ايا ان كان اعقلها الاول بعد انت تاوكل على الله انما هتسبها كده هتمشي يعني نقصد ايه نقصد ايه ان احنا نعوظ بالاسباب الاول وبعدين ايه اه نتوكل على الله او ندعوه بالبركة او ندعوه بالايه ان هو يبارك هذا العمل الاول يوم فمطلبتي زي ما قلنا الاواقاف باعادة فتح المساجد لانها مكان للراحة والاسترخاء بالنسبة للعواصم بالنسبة للمسافرين والصلاة طبعا. فلا منع ابدا ان بيت ربنا الناس يستريح فيه معناء الصفر اه في فترة الظهر يعني ما تفتحوش قبل الظهر بس تفتحو ساعة الظهر بقوا سيبوه سيبوه العصر سيبوه للمغرب الناس بتتوافت على الجامع اتباعا كل واحد بقى بقى بيخلص ما الصحة بيجي استريح شوي صلي الظهر صلي العصر فمن اول الظهر افتحوه افتح المساجد واتركها بفتوحة بالذات في العواصم بسيبوه بقى من الزوايا والحيطة البعيدة ولا دي ما تفتحاش يعني ممكن متفتحاش. انما على الاقل العواصم الكبيرة المدن الكبيرة اه اتركوا المساجد يعني وهتاخدوا سواب اعتقد هتاخدوا سواب اللي بيقايله اللي بيستريح ساعة والبيستريح الساعتين ده بيقاشي مهمة جدا اه ياخد الناس بتعمل سبيل المياه والناس بتعمل سبيل اه ساعات اه عصير وساعات الناس بتعمل سبيل لله الجامع بقى ده بتاع ربنا سبوه للناس سبوه للناس سبيل حتى يعني ده بتاع ربنا كان زمان الناس ممكن تقعد تحت شجرة او تحت مش عقل فيش كلام نادرات في العاصمة هتقعد فين هتقعد فين تستظل من حر الظهيرة بعد ما انجزت مهمتك او انجزت نصها وهتكمل نصها هتجيب تضل منين في عاصمة في عشرين مليون زي مائزة القاهرة يعني حتى مفيش شجر مفيش حدائق اه مفتوحة بشكل حر مفيش الكلام ده في مصر وده برضو مشكلة تانية بس اذا كانت مش موجودة على الاقل للمساكن سيكون الناس تستزل جزء من ايه من الظهيرة ده مجد طلبتي لوزارة العوقاف بخصوص الصلاة على النبي ونصلي عن نبي يا سيدي خمس دائم حتى مساءة الجمعة مفيش مشكلة يعني هذا موضوع حلقتنا النهار ده لو عاجبوا كم فيديوش اشتركوا في القناة ومشترك لايك في الفيديو عشان يصير عدم اجمع من الناس شكرا جزيلا نكمل في حرقة لاحقا